رسالة المسيحية لأنه لا يعني لازم يقتل بسبب الرحمة فالكنيسة تقف لأنه فيه فداء فيه صلاة فيه يعني فيه الرب هو الجالس على العرش مش إنسان اللي ياخد حياة شخص آخر بإيده مشان هيك هاي القتل والعنف اللي منشوفه وقطع الرؤوس عليها دينونة فضيعة دينونة عظيمة جدا لدرجة إنه أول قانون حتى في الكتاب يعني أو بالأحرى اللي هو استمر في الوصايا العشر لاحظ سافك دم الإنسان بالإنسان يشفك دمه تكوين ستة آية تسعة أول أول بطلع نوح من يعني انتهى الطفان فليه هذا القانون حتى لا يكون فوضى في المجتمع اللي منشوفها من قتل وعنف وتؤيد عن طريق الدول والحكام أين الحكام وأين الدول وأين القوانين وأين القضاء وأين 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 أسئلة كثيرة اللي بتدور بعدين أين العقاب اللي هو بحسب بحجم الزنب بحجم الزنب وصار كل واحد عاوز يصقر يأخذ بالصقر ويأخذ الحكم بإيده وكأنه يقدم خدمة لأله وإحنا كمؤمنين مسحين نؤمن الناس التي تقوم بهذه الأعمال هي بتسبب فوضى هي عندها روح الكراهية والعداء وهي الناس اللي بتقتل كمان باسم الدين سوريا أقول هذا الشيء مصيرها جهنم النار إذا بعلموك إشي تاني غير هذا الموضوع افحص افحص الموضوع لأنه أبديتك ومصيرك أهم بما يقاس بتعرفوا أحبائي مهم جدا نفهم هذه الموضوع